موسيقى مشاهدين الكرام سبر الفداء يبتلنا بعيدا جدا في حين أنه يوفر رغم انتقادات مواجهة إلى تكليف العليا معلومات هامة جدا للسكان الأرض فمثلا يتم البحث فيه في أثرنا عدم الوزن على البشر والحيوانات والنباتات أي تقريب ما يمكننا أن نتعلمه على الأرض من الفداء الخارجي هكذا أكون قد كشفت لكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم أنا قصنطين شابر وحيكم وسعيد جدا لمرافقتكم لنا اليوم في حلقة اليوم من سايتك نحلق عاليا إلى ارتفاعات شاهقة حيث نزور مشروع الأبحاث الدولي كولومبوس وكيف يعمل التليسكوب؟ هذا ما أوضحه لنا أحد الخبراء في القطامية وفي ورشة عمل سايتك الاستمتاع برؤية واضحة للسماء ليلا أمر ليس سهلا دائما محطة الفداء الدولية أي اس اس هي أكبر مجروع عن بحث يونانجازه والإنسان فعلى علوه يصل إلى 416 كيلومترا يتواجه المختبر العائم للرواد الفداء الدوليين يدار بشكل مشترك ومن بين من يمولى المجروع وكالة ناسا الأمريكية وكالة روسيا الفدرالية الفدائية وكالة الفداء الأوروبية وسط كل ذلك نجد المصري أحمد فريد نحن قمنا بزيارة له مع فريق عمله Human Space Flight Operations في أوبا ففنهوف اطلق مكوك إلى الفضاء الخارجي أشبه بمشهد احتفال ناري فمحركات الصواريخ تحتاج إلى ملايين الأحصنة لتكافح قوة الجاذبية ولتصل سرعتها إلى أكثر من 11 كيلومتر في الثانية هذه المركبة الفضائية تسافر إلى محطة الفضاء الدولية ISS وهي مختبر تجارب عملاق عائم في الفضاء في مركز الطيراني والفضاء الألماني في ميونيخ يعمل أحمد فريد المصري الوحيد في فريق محطة الفضاء الدولية وهو مسؤول عن تنصيق تضفق البيانات بين المحطة ومراكزها الخمسة للتحكم على الأرض محطة الفضاء الدولية هي ثمرة التعاون دولي بين كل من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان مداها 109 أمتار وهي مجهزة بألواح شمسية مساحتها 4500 متر مربع كما أنها أحد أكثر أماكن العمل إثارة الفضاء بالنسبة لي كان حاجة كبيرة من وانا صغير كنت عايز أشتغل في الفضاء على طول وما حاولت أن أنا ما حاولتش أصلا أن أنا أقدم في حاجة في الفضاء لأن كانت بعيد عن دماغي خالص بعيد عن خيالي أن أنا أعرف أشتغل في عالم الفضاء في غرف التحكم مراكز التحكم الخمسة على الأرض تتحكم في المحطة الدولية وأحمد كافلايت كنترولر مسؤول عن التواصل مع زملائه في جميع أنحاء العالم كل بلد مسؤول عن إحدى وحدات المحطة الدولية أما إدارة مختبر الفضاء الأوروبي كولومبوس فتقع على عاطق مركز الطيران والفضاء الأوروبي في ألمانيا وهي مسؤولية كبيرة لأنها تتعلق برحلات فضائية مأهولة عندما يكون هناك أشخاص في الفضاء الخارجي فأهم شيء هو أن تكون الأنظمة مؤمنة ومراقبة بشكل دائم ولذا فإن جميع الأنظمة في محطة الفضاء الدولية وعلى الأرض مستقرة للغاية ولها رديف المهم هو أن نتواصل بشكل جيد مع بعضنا البعض وأن نعلم كيفية الوضع الآن فمثلا إذا قلتم إنكم تريدون إجراء صيانة لكننا نرى أن هناك نشاطا عاليا لرواد الفضاء فإننا سنحاول من البداية تجنب الصراعات أكثر من 75 عالما يتنوابون على العمل في غرفة تحكم مركز الطيران والفضاء الأوروبية ولا بد هنا من سجلات التتبع المحددة بدقة متناهية والتواصل المستمر مع رواد الفضاء بالمحطة الدولية معامل دين بتعمل كوماندين يعني بتحول إن هي تجيب بتحول إن هي حطت أكسبرمنت على المحطة الفضاء الدولية الأكسبرمنت دين محتاج إن نحن نتحكم فيها بنتحكم فيها عن طريق كل معمل بيسألنا إحنا وبعد كده إحنا بنخليه إحنا السنتر بتاع المعامل دي كلها إحنا بنخليه يأما يقدر إن هو يتحكم في الأكسبرمنت بتاعته يقدر يجيب النتائج بتاعته يقدر يأخذ يقدر يطلع أكسبرمنت جديدة عام 2008 انطلق مكوك الفضاء أطلانتس حاملا معه المختبر الأوروبي للفضاء إلى ISS وهذه مهمة حساسة للغاية في الفضاء الحر فبينما تدور المحطة الدولية حول الأرض كل 90 دقيقة يدير الفلايت كنترولر من الأرض المكوك إلى مكانه المحدد له سلفا لكن ما الذي يحدث داخل هذا المختبر الذي بلغت تكلفته واحدا فاصل أربعة مليار دولار بلا أيدي رائد الفضاء الإسباني بيدرو دوق كان أول إسباني ضمن بعثتين فضائيتين إلى المحطة الدولية مختبر كولومبس متعدد المهام يتسع لثلاثة رواد على الأكثر لإجراء التجارب في مجالات علوم المادة وفيزياء السوائل والكيمياء والتكنولوجيا الحيوية والطب لكن ما هو عمل رائد الفضاء في المختبر؟ في الماضي كانت مهمة رواد الفضاء تكمن في القدرة على الطيران والبقاء على قيد الحياة أما اليوم فعلى رائد الفضاء أن يطير قليلا لكن قبل كل شيء أن يعلم بدقة كل التجارب التي تجرى على متن المحطة الدولية كما عليه فهم القوانين الفيزيائية في الفضاء الخارجي وكذلك معرفة المناورات المختلفة التي يتم التحكم فيها من الأرض كما ترون علينا أن نتحرك في هذه الوحدة بحذر شديد فالمكان هنا مليء بالأغراض ومن سهل جدا أن يصطدم الشخص بأي مكان لتتطاير عندها الأشياء علينا الانتباه باستمرار كي لا ننمس الجدران ولا حتى الأرض تستخدم المختبرات المختلفة على متن محطة الفضاء الدولية لإجراء تجارب لا يمكن إجراؤها على الأرض فبنعدام الجاذبية يمكننا تحقيق نتائج مختلفة كليا وبالتالي اكتشاف أشياء لم نكن لنتصورها يمكن لمن يعمل هنا تتبع التجارب يمكنكم مثلا رؤية ما الذي علي فعله يوميا هذه لائحة بالأوقات المحددة أنقر بالماوس على أحد هذه الأنشطة ويقول لي الكمبيوتر افعل هذا وذاك وهذا هنا هو نظام الدعم الذي ابتكرته للوقوف على الركبتين لنرى معا من النافذة هذه الوحدة لديها نافذة واحدة فقط لكنها كبيرة وتوفر منظرا رائعا وحاليا نطير فوق الجزء الجنوبي من المحيط الأطلسي محطة الفضاء الدولية هي مكان ليس لدى البلدان المختلفة خيار آخر سوى التعاون فيما بينها وهذا يبيننا أنه يمكننا معا تحقيق كل شيء كيف يمكن للبلدان التي لم يكن لديها يوما ما رائد فضاء المشاركة في هذا البرنامج كمصر مثلا هذا مجد فقط إذا كانت للبلد فائدة حقيقية من ذلك ولذلك يجب أن يكون هناك علماء يجري لهم رائد الفضاء الأبحاث كما يجب توفر التقنيات المهمة في استكشاف الفضاء لكن أن يتم إرسال رواد إلى الفضاء الخارجي وإعادتهم فقط هذا ما لا أوصي به المهام الأكثر إثارة وخطورة لأي رائد فضاء هي سبايس ووكس أي الأعمال خارج المحطة الدولية ولذلك يرتدي الرواد ألبسة فضاء خاصة مجهزة بإمدادات أكسوجين نقالة وفيها طبقات مختلفة من المواد لحمايتهم من الإشعاعات الكونية ومن النيازك الصغيرة جدا يحتاج رائد الفضاء إلى تدريبات مكثفة قبل أن يرتاد الفضاء الخارجي فكل رائد يزور مراكز تدريب دولية مختلفة ولتعلم أعمال معقدة في ظل عدام الجاذبية يتم التدرب في وحدات تحت الماء لكن المرأة يحتاج إلى الكثير من التحضير حتى يصل إلى تدريب كهذا ليصبح المرأة رائد فضاء عليه أن يدرس بكثافة وعليه أن يكون لائقا رياضيا وسليما من الأمراض كما عليه ممارسة أشياء عملية كالتسلق الجبال أو الغوص أو قيادة الطائرات إلى جانب ذلك يحتاج المرأة إلى الحظ إذ عليه أن يكون في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وفي العمر المناسب والجنسية المناسبة لكن إذا أراد المرأة أن يصبح رائد فضاء ولم يحالفه الحظ فهو لا يزال يحتفظ بأفضل الشروط ليكون إنسانا ناجحا جدا في الحياة حتى اليوم لم يكن هناك في تاريخ الرحلات الفضائية الماضية أي رائد مصري لكن أحمد يريد تغيير تلك المعادلة فهو المصري الوحيد في International Astronautical Federation كما أنه يتواصل دوريا مع المدير التنفيذي للاتحاد من أجل تعزيز دور مصر في الرحلات الفضائية المأهولة كيف يمكن لمصر أن تصبح عضوا رسميا في الاتحاد الدولي للملاحة الجوية IAF وما هي أهمية ذلك لمصر؟ نحن منفتحون على كل البلدان التي توصلت إلى معرفة المنفعة الاجتماعية والاقتصادية للأبحاث الفضائية على تطورها ومن هنا فإن مصر دولة مهمة ومفيدة لاتحادنا فلو كان هناك في مصر وكالة فضائية رسمية أو مكتب تابع لوزارة ما وكان مهتما بالانضمام إلينا سنكون سعداء جدا لدعوة مصر لتكون عضوا ولعبا جديدا بيننا أمل أحمد في مشاركة مصر في الرحلات الفضائية الدولية ليس حلما بعيد المنال فأهداف الأبحاث في المحطة الفضائية الدولية هو جلب الخير للإنسان على الأرض وبالتالي تحفيز الاقتصاد والتنمية لما بدأت دور على اسم الجهاز وعلى الجهاز التعمل إزاي ومتعمل من إيه لقيت من الجهاز دورا التطور بتاعته حصل من محطة الفضائية الدولية اللي هي الاس اس أول ما أريت أنه هو معمول على الاس اس لقيت نفسي قلت أنا حاولت أو بحاول أن أنا أساعد بطريق غير مباشر والدي لازلنا لا نعرف ما هي تكتشافات المستقبل رغم أن هناك ابتكارات ثورية للمحطة في مجالات عدة نستفيد منها يوميا وحتى تستطيع مصر تحقيق حلمها في أن تكون جزءا من هذا المشروع العملاق فهي بحاجة إلى الكثير من الأبحاث والتواصل لكن أحمد يشتهد للاقتراب من هذا الهدف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر